ست سناء ازايك يا ست سناء ازايك يا استاذ حضرتك كنت فيشتغلي معاملة في فزرات الثقافة وليلي علاقتك بالسندوق ايه ويعني ازاي فكرتي انه فيه خط ساخن ممكن يساعدك ويساعدك ولا يا استاذة هو ابني لما عرفت انه هو بيستحطل حاجات دي فانا طبعا خدته وروحت اخوه قال دا فيه صندوق باسم الصندوق اللي هو صندوق الزرات اللي هو بتاع المقفحة المخدرات فقلت له طب نشوف رحمة تصل بالخط الساخن انت ما تأخذنيش يا ست سنة الاول ابنك كان عنده كم سنة وانتي ازاي عرفت انه هو كان عنده خمستاشر سنة لما كان بياخده المخدرات كان عنده خمستاشر سنة قاعد ياخده المخدرات عشرين سنة وانتي كنت عارفة لعشرين سنة اه كنت عارفة وكان عارفة فيه مشاكل كان بيعمل لي مشاكل وكل ليلة واحد واثنين يجي خبطوا علي قول لي ان ابنك خد كذا ابنك عمل كذا ابنك عمل خناء ابنك خد مننا حاجة مدي ايده وكان اغلبية مدي ايده كان بياخد حاجة البيت وحاجة اخواته وكان بياخد مني واخر حاجة ويعني واخر حاجة بقى اللي هي جراحتنا قوي موضوع البيت اللي هو مضوه جيران وخد البيت خد مننا بيتنا مين ده وقالقة البيت بالله باع البيت نفسه اه هو باع البيت باع البيت عشان ياخد فلوس عشان يشرب مقدرة عملت ايه بقى لما عرفتي يعني انا كان كل همي ان ابني ما يضحش اكتر ما هو ضايع لان هو كان ضايع كان ضايع فعلا كان ضايع ومضايع اخواته ومضايع اهله ومضايع اخواته البنات نخلي سمعة بقاش حلوة للعالة كل واحد يقول طب عشرين سنة قوليلي اكد انت حاولت محاولات كتيرة ولا كان فيه ولا بقى والده هو لا 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 ده احنا حاولنا انا والده واخواته يعني كنا بنوديه المصحة يعني كنا بنوديه يعني مرة غير ذكر اسماء كنا بنوديه مثلا مستشفى يتحجز فيه شوية ويطلع ما يكملش ومرة تانية يتحجز ويكمل ويطلع يقعد شوية ويرجع يخلق يرجح تاني فانا كنت بقول لسه ربنا مرطش لسه ربنا اكيد ربنا هيجي في يوم الايام يعني يريه ديه اكيد ربنا هديجي في وقته انا هسأل اسئلة حضراتكم بس والنبي ما تأخذوني انا بسأل عشان انا متأكدة انه فيه ناس كتيرة بتتفرج ايه سواء بقى مخبين او مش مخبين بس هم عايزين يسألوا الاسئلة دي انا مش عايزين حدي انا عايزة اوصل يعني رسالة للامهات انها متيقس تود ما هي وابنها بتزقه تقول له لأ انت لازم تروح تتعالج ده فيه ناس بتتعالج يقول له ده ما فيش ده ايه هو كان بيقول كده هو فيه تقطيل هو حض بيبطل اقول له لأ فيه لو انت عندك عايزين ما عاستبطل خلي من جواك ان انت عاستبطل لو انت عاستبطل هتبطل طب ما هو في يعني الحمد لله الحمد لله يا رب انه هو انا عارفة انه ابن خضرتك المتعفي بقاله فترة الحمد لله يا ربنا يدمها عليكم جميعا انما هم اللي في الحالة دي بيبقى ودن منطين ودن منعجين يعني هو الكلام بيدخل بيعدي ما بيقفش هنا يعني هو بيخرج بس هيجي عليه وقت يا أستاذة يقف لازم هيجي عليه وقت يقف هيتعمل المشاكل هيلاق كل أهله وكل حبيبه وكل الناس كل واحد يقول لك لا انا معرفوش كل الناس يقول لك ما عرفوش وبتتبرى منه هو هيجي عليه وقت لازم يقف ولازم يسمع اذا عاش اذا عاش لحد ما يوقف اذا عاش فيه ناس كتير بتفقد حياتها والمخدرات بتقضي عليها واحنا أحد رسائلنا التوعوية المهمة ان المخدرات ممكن تقضي على حياتك هي مش بس بتقضي على حياتك لحواليك ولكن فكرة انه ضرورية هيجي يوم عليه ويبطل دي ده اذا عاش او بيدمر ناس تاني يا جمدينة بالتأكيد